فاتورة التغيير لن تكون رخيصة يدرك هذا الشيء ناشط ثورة تشرين ومع ذلك يصرون على مواصلة حراكهم السلمي كرر الأسدي أحد ناشطي مدينة النجف يروي تفاصيل محاولة اغتياله على يد الميليشيات تعرضت لتهديد من شخص تابع إلى قوات أمنية شخص تابع إلى قوات أمنية يعني يمثل القوات الأمنية فعبد الله منطلع قال لي بابا شفت دخان وشفت نار قليلة شون مكرم السامع واحد يعني حارق نفايات وصاخة فتح باب الحوش يقول لي قيت السيارة ماتك الجامعة مكسورة لي جوا الجامعة مات السيارة السايبة ماتي مكسورة لي جوا ويقول لي قيت نار قليلة مو نار يعني نار قليلة على الكشنات القدام كل ما يطلبه كرار هو الحياة الكريمة لأطفاله في بلد خال من حكم الميليشيات ردت حياة كريمة على موت ابني مكان ما جاء يدامه بمدرسة كارفانات أريد يدامه بمدرسة لي قبي وسيارة توديه وتجيبه حالة حالة البشرية لأن احنا أحسن بقعة الله خلاها بالعالم الناشط محمد جعفر بدوره يروي تفاصيل اختطافه وما لاقاه من ألوان التعذيب في سجون الميليشيات يوم 13 اثنين بالتحديد صادف يوم أحد انخطفت من أمام ملعب النجف الدولي أمام أنظار القوات الأمنية أمام أنظار الجهاز الاستخباراتي المخابراتي المنوطني بعدما سحب عليه السلاح عرفت أنه هو تابع كذا جهة حسنا هي كذا جهة يعني هي جهة معروفة وكلهم يعرفوها حتى الدولة تعرفها انخطفت تتعذبت التعذيب قوي ماء بارد بيام مش يتذهب عليه ماء بارده بالكهرباء وكل أنواع التعذيب ستة واثة كسره على راسي وصلت للمرحلة فخدان نبونا عشر المطار لمقابل المطحنة هيهاتا أن يثني القمع والإرهاب الثائرين عن مواصلة التظاهرات فثورة تشرين هي أمل الخلاص المنشود هذا ما يؤكده الناشطون أنا يزيدنا فخر بطيت من عشرتي من طلعنا بالمظاهرات من خيمتي أنا ثلث شهداء يزيدنا فخر ونطلع وبعد نطل شهداء ونطل شهداء إلى أن ناخذ حقوقنا الحقوق المختصبة اللي أخذتها الأحزاب الفاسدة من الشعب العراقي لازم ترجع شاعوا أم أبوا وإحنا مستمرين وباقين إلى أن ناخذ حقوقنا حديث ثورة تشرين صار شعار الحياة اليومي والشغل الشاغ لجميع بيوت العراقيين لا تراجع الانكسار حتى الوصول إلى بلد العدالة والحرية والكرامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر